مشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تستمر الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا وتسقط الأمطار على فترات حتى يوم الثلاثة القادم بإذن الله وهناك منخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية يبدأ تأثير هذا المنخفض الجوي ليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين إن شاء الله وتكون الأجواء يعطينا مزيدا من البرود ومزيدا من الأمطار بإذن الله في معظم مناطق المملكة علما بأن المملكة خاصة أثناء الليل ستتأثر بحدوث الضباب في كثير من الأماكن خاصة مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهود هذا أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر وأثناء الهطول حتى أثناء النهار وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح مشاهدينا فاصل ونواصل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ من يوم الأحد وعلى الخرائط الجوية بنلاحظ أن الأجواء ستكون يوم الأحد باردة نسبيا غائمة جزئيا إلى غائمة وأيضا فرصة طول الأمطار واردة مناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وحتى العقبة وأيضا المناطق الشرقية درجات الحرارة المتوقعة المرتفعات الشمالية 14-11 المرتفعات الوسطى 10-8 والمرتفعات الجنوبية 9-6 الأغوار 22-13 وخريج العقبة 21-14 مع أجواء غائمة جزئيا وماطرة أحيانا والمناطق الجنوبية الشرقية غائمة جزئيا وماطرة 12-7 والمناطق الشرقية 14-7 مع أجواء غائمة وزخات متفرقة من المطار يوم الأثنين زي ما حكينا هناك منخفض جوي ليلة الأحد على الأثنين ويوم الأثنين هذا المنخفض الجوي مصنف من الدرجة الثانية يعني ما بين خفيف إلى متوسط تأثيره وإن شاء الله يعطينا كميات أمطار جيدة ولذلك يترى انحفاظ على درجات الحرارة أجواء باردة نسبيا إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة وتسقط زخات رعدية من المطار متفرقة في كثير من أجزاء المملكة قد تكون أحيانا غزيرة وقد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه خاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وتؤدي أيضا إلى جريان السيول خاصة في الأودية والأماكن المنخفضة نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 12 إلى 8 المرتفعات الوسطى 8 إلى 5 والمرتفعات الجنوبية 7 إلى 4 والأغوار 21 إلى 11 وخليج العقبة 20 إلى 12 درجة مئوية المناطق الجنوبية الشرقية 10 إلى 6 والمناطق الشرقية أجواء ماطرة وأيضا العظمى المتوقعة 13 والصغرى 5 درجات مئوية يوم الثلاثة تبقى المملكة تحت أثير بقايا الكتل الهوائي الباردي بعد تحرك المنخفض الجوي تدريجيا إلى الشرق وتبقى الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا تبقى فرصة وطول الأمطار خاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 13-8 المرتفعات الوسطى 9 إلى 5 المرتفعات الجنوبية أجواء غائمة جزئيا وماطرة أحيانا 7 إلى 2 وخليج العقبة 20 إلى 12 والأغوار 21 إلى 11 درجة والمنطقة الجنوبية الشرقية غائمة جزئيا مع زخات متفرقة من المطر 9 إلى 3 والمناطق الشرقية 11 إلى 4 درجات مئوية يوم الأربعاء بإذن الله تستقر الأجواء لكن تبقى باردة نسبيا أيضا تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة هناك استقرار نسبي على الأجواء وأيضا ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى ضمن معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ومعدلات درجات الحرارة سواء العظمى والصغرى في مثل هذا الوقت من السنة هي أجواء باردة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 14-9 المرتفعات الوسطى 12 إلى 6 والمرتفعات الجنوبية 8 إلى 3 وخليج العقبة 21 إلى 12 والأغوار 22 إلى 12 درجة مئوية والمناطق الجنوبية الشرقية 12 إلى 4 لاحظ الأجواء باردة بالليل باردة كثيرا حتى أحيانا قد تقترب في بعض المرتفعات العالية خاصة جبال الشوبك إلى الصفر المئوي وبالتالي قد يحدث بعض الانجماد في مرتفعات الشرع المنطقة الشرقية أيضا أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا العظمى 13 إلى 5 لكن ساعات سطوع الشمس أكثر من ظهور الغيوم والخميس أيضا استقرار كتام على الأجواء ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء تقريبا تميل إلى اللطف يعني تصبح الأجواء تقريبا ما بين مشمسة إلى لطيفة درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل ما بين درجة إلى درجتين المرتفعات الشمالية 15-9 أجواء مشمسة بالنهار لكنها باردة بالليل المرتفعات البسطة 11 إلى 6 والمرتفعات الجنوبية 10 إلى 3 خليج العقبة 24 إلى 13 وأفضن خليج العقبة 23 إلى 13 الأغوار 24 إلى 13 والبادية الجنوبية الشرقية 12 إلى 3 أجواء باردة جدا في الليل وأيضا في المناطق الشرقية 13 إلى 5 درجات لكن هنا أحب أن أشير إلى أن يومي الخميس والجمعة تبدأ تتأثر المملكة برياح شرقية جافة تزيد من الشعور بالبرودة وكذلك الإحساس بالبرودة رغم أن هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الجمعة القادم أيضا الأجواء مشمسة بشكل عام مع ظهور بعض السحب المنخفضة أو على ارتفاعات مختلفة وأيضا تنشط الرياح الشرقية يوم الجمعة أكثر مما يزيد من الشعور والإحساس بالبرودة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 14 إلى 9 المرتفعات الوسطى 10 إلى 5 والمرتفعات الجنوبية 10 إلى 4 الأغوار 24 إلى 14 وخليج العقبة 23 إلى 13 والبادية الشرقية 11 إلى 4 والبادية الشرقية 13 إلى 5 أجواء مشمسة في النهار لكنها باردة في الليل مشاهدينا شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري